وفي سفر أو في رسالة روميا مكتوب عن إبراهيم يعني آمن بالذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة إبراهيم آمن حتى لو قتل ابنه ولو ذبح ابنه الله رح يقيمه من الأموت فما كانش عنده شك كان عنده إيمان راسخ ويقين ومن هذه اللحظة الرب باركه أضعاف وبارك نسله طبعا إلى الأبد بارك هذا النسل من خلال يسوع المسيح لكن الشيء اللي حدث أنه الله فعلا يرى دبر المحرقة كبش طبعا القرون بتاعته كانت ماسكة في الشجرة وإبراهيم أخذ هذا الكبش وأصعده محرقة مكتوب فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه عارف يعني فيه شيء بديل وأصعده محرقة عوضا عن ابنه في سفر التكوين إصحاح 22 آية 13 ومرة أخرى قال يهوى يرى يهوى يرى الرب يرى وبعدين لما استكمل كل العمل مكتوب للمرة الثالثة سمى المكان يعني يهوى يرى لأنه في جبل الرب يرى وفعلا لما الرب يسوع تكلم في إنجيل متى إصحاح 8 لليهود قال عن إبراهيم أن إبراهيم رأى يومي فتهلل يعني فرح إبراهيم لهذا اليوم لأنه كان في يوم من الأيام في جبل الرب يرى في يوم من الأيام المسيح سوف يقدم نفسه فدية لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين هذا هو البدلية اللي بنتكلم عنه